قبل ما اتكلم عن ذكرى المولد النبوي الشريف يعني احنا منتكلم كمان شهر وشوية كده هنستقبلها لكن عايز اتكلم مع حضرتك في فكرة القضوة دايماً بيتوها عننا فكرة القضوة ولما بنلاقي القضوة في ناس كده بيبقوا يعني مش ولابد بيشوهوا القضوة دي بشكل كبير لكن الحقايق والقرآن والسنة النبوية دايماً بتقول لنا دستور كده أخلاقي وسيرة عطرة لو نقتدي بيها هنرتاح في حياتنا عايزين نتكلم على الدروس والرساير اللي كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين حقيقة أنا سعيد أن أنا مع حضرتك النهاردة في البرنامج للي متابعين كتير ودائماً حضرتك موفقة إن شاء الله تسلم وشرف كبير أن يكون اللقاء اليوم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والحياة أنت دخلتي بمقدمة رقيقة جداً وجميلة جداً وفيها ربط لحاجات كتيرة ربط للدنيا اللي بنعيشها ولقاءنا مع الله سبحانه وتعالى فيها ربط للقدوة والأسوة التي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للبشرية ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وطبيعة البشر والفطرة الإنسانية الإنسان دايماً يبحث عن قدو بيلاقها الأول في بيته وبيلاقها لما يخرج في المدرس والمعلم وبيلاقها لما يكبر في الناس اللي هي بيشار إليها بالبنان في المجتمع لكنه لم يجعل لنا ربنا سبحانه وتعالى رجلاً واحداً نقتدي به في كل شيء إلا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم كان هو النموذج الأمثل للبشر الذي أراده الله عز وجل شوفي كده سيدة عائشة هي بيسألوها عن النبي صلى الله عليه وسلم فبتقول للسائل أنت بتقرأ القرآن قال لها أي قالت كان خلقه القرآن كان قرآناً يمشي على الأرض وكأن ربنا سبحانه وتعالى نزل لنا دستور اللي هو القرآن قال لنا ده اللي أنتم هتمشوا عليه علشان تسعدوا في الدنيا وتسعدوا في الآخرة إن الدنيا لا تذم لذاتها إنما يذم ما فيها من معصية أو بعد عن الله سبحانه وتعالى أو تخريب أو ضمار إنما الدنيا في حد ذاتها جزء من أجزاء الحياة جزء من أجزاء الحياة والحياة دي حياة دنيوية في مرحلة حياة برزخية في مرحلة حياة أخرى أبدية وكلها متصلة ببعضها الدنيا دي جزء من الحياة وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون هي الدار الحياة الحقيقية في الآخرة علشان أنت تنتقل بسلام من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة لابد يكون لقدوة القدوة ده هو النبي صلى الله عليه وسلم الدستور ده اللي هو القرآن طبقه النبي صلى الله عليه وسلم كما أراد الله عز وجل لدرجة حضرتك اللي يتدبر وإحنا القرآن ما مريم بالتدبر مش بس قراءة وربنا بيولينا يا أفلا يتدبرون القرآن اللي يتدبر يلاقي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوصف في القرآن بصفات ووصف بها القرآن يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا عن القرآن مثلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى فوصف لنا القرآن بإنه هداية وييجي في آية تانية يقول لنا عن سيدنا صلى الله عليه وسلم وبخطبه وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم يبقى القرآن هداية والنبي صلى الله عليه وسلم هداية يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم بما وصف به القرآن ويوصف النبي صلى الله عليه وسلم في آية بأنه نور ويوصف القرآن بأنه نور وده ليه؟ لأنه هو اللي بيطبق المنهج الحقيقي الذي أراده الله عز وجل طيب أنا إزاي يعني من خلال بقى نبي الرحمة يعني أنا دلوقتي هدخل الموقع وزارة الأوقاف وهشوف اللي حضراتكم موجود واللي أنا عايز أعرفه من حضرتك أكتر عن نبي الرحمة عشان أقدر أن أنا أطبقه في الحياة لأن فيه ناس كتيرة بتقول أصل الواقع اللي كان عايش فيه النبي صلى الله عليه وسلم غير الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي فيه تطورات كتيرة فيه تغيرات اجتماعية كتيرة جدا فبالتالي مش هيكون فيه موجبة أو التعامل مش هيكون زي ما هو مع أنه سبحان الله منهج واحد يعني منهج الأخلاق واحد بس برضو احنا محتاجين نفكر بعض بدا صحية أولا إزاي هنلاقيها على وزارة الأوقاف احنا عندنا يعني وسائل كتيرة بنوصل بها للناس يعني تقريبا 22 صفحة وقناة على السوشيال ميديا احنا بنتعامل بيهم مع الجمهور بوابة الأوقافة الإلكترونية يعني وصل عدد الزوار لها تخطى حاجة زي 30 مليون الحمد لله ما شاء الله عندنا صفحة رسمية لمعالي الوزير عندنا صفحة رسمية للوزارة عندنا قناة منبر التجديد على اليوتيوب عندنا قناة خاصة بمعالي الوزير على اليوتيوب عندنا صفحة بنخطف فيها الأطفال اسمها صفحة أطفالنا عندنا صفحة بتتكلم عن الإعجاز الرباني في الكون عندنا صفحة بتتكلم عن اللغة العربية كل الحاجات دي من خلالها احنا هنطبق اللي هي الحملة بتاعتنا حملة نبي الرحم ده غير ان احنا كمان بنترجم بفضل ربنا سبحانه وتعالى في المرحلة الحالية اللي احنا فيها دي الخطبة الجمعة المؤحدة إلى سبع لغات إلى الفرنسية والألمانية والأسبانية والبرتغالية والروسية والإنجليزية وكمان إلى لغة الهوسة والسواحلية والبشتو تسع لغات بنوصل منهم للناس غير الفعاليات اللي بيكون فيها مشاركة من جهات أخرى معنا لأنه مش دي أول مرة نعمل حاملة زي دي في كل سنوات وإحنا في استقبال المولد النبو الشريف عملنا قبل كده النبي الإنسانية عملنا قبل كده وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والحقيقة إحنا بندشن الحاملة هنا وبتبدأ هنا لكنها بتلقى رواج على المستوى العالمي شكرا شكرا